طيب سيادة اللواء بعد هذا الهجوم هناك روايتان مختلفتان كل واحدة تزعم أنها هي الدقيقة لهذه الهجمات فكيف لنا أن نفسر اليوم التضارف في التصريحات من قبل إيران وإسرائيل حول طبيعة وشدة هذه الهجمات أعتقد أن الحرس الثوري الإيراني رضي وقال أنه لا يوجد أي منشآت أو أهداف عسكرية للحرس الثوري الإيراني ولكن وأيضا لم تكن هناك صورة للخسائر في المنشآت أو القواعد العسكرية الإيرانية إسرائيل قالت أنها استهدفت عشرين هدف في إيران وإيران قالت أن هذا العدد مبالغ فيه وإسرائيل تحب التضخيم حتى تقول أنها رضت بعد أكثر من خمسة وعشرين يوم منذ استهداف إيران لأهداف بقوة متين صاروخ وتائرة مسيرة على إسرائيل أيضا لم تحدث خسائر وهي تقصد ذلك بل أن هناك صاروخ ضرب صحراء النقب بجوار مفاعل ديمونة رسالة إيرانية بأنها تستطيع أن تستهدف المنشآت النووية وخاصة مفاعل ديمونة لو حدث هذا الاستهداف ستكون هناك سحابة ملوثة سحابة مشعة تصل إلى عشرات الكيلومترات تؤدي إلى مقتل الكثير من الإسرائيليين ولذا كلا الجانبين بيضخم أو يهون ما حدث حتى لا يكون هناك رضي ثاني لأن لابد أن تنتهي الرد والرد المضاد ما بين إسرائيل وما بين إيران لأنها تعلم أن إيران دولة قوية لا تريد أن تدخل معها في صراع مسلح لأن إسرائيل بتحارب سبع جبهات في نفس واحد هي استنزفت واستهلكت وتريد أن تنهي هذه الحرب ولكن بتستثمر نجاحها في الجبهة جنوب لبنان بعد ما حدث أن التكنولوجيا في السماء بتحارب الأجنولوجيا في الأرض وأنها استطاعت أن تختال القادة الصف الأول والثاني والثالث من حزب الله بالإضافة إلى تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي ولكن المعركة البرية بيتم حدوث خسائر في الجانب الإسرائيلي من قبل مقاومة حزب الله شوفنا هناك قتلة وهناك تدمير للمركبات المركبة باستخدام السواريخ الموجهة المضادة للدبابات وهناك خسائر بالرغم من أن هناك أربع فرق مضرعة على حدود الإسرائيلية اللبنانية ولكنها لم تتوغل سوى واحد أو اثنين كيلو متر فقط وحدوث خسائر في القوى البشرية الإسرائيلية هذا يقول أن المعركة البرية والقوة على الأرض لحزب الله تستطيع أن توقف هذا العدوان الإسرائيلي لأن كما تعلم حضرتك والسادة المشاهدين أن إسرائيل تقتل ولا تقاتل